هي عمارة تعود لستينيات القرن الماضي لم يعد باستطاعتها اليوم إيواء قاطنيها ولهم فراحة من أمرهم تحت سقفها هم ثلاثون عائلة أصبح خطر انهيار العمارة الواقع بشارع الملياني من الحاج الجلالي بالجزائر الوسطى يهدد سلمتهم أنا عايش في رعب هنا كل واحد وين رحيبات معي ونجيران معي ونجيران 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 أغلب الميجيران ها سقوش ميشي إشقنا ذاقيك ذاقيك وقاكو أرض معاك ذي القاع ذاديو بلوقاك سكشي دكشن جزنا 2001 2003 زلزال جزنا قاع الأمور ربي رو ساطرنا مدابيني يشوفوا لينا نظرة السكان استعملوا كل الطرق السلمية لإيصال انشغالاتهم للسلطات المحلية ولكن نستعملوا طرق حضارية مرسالات مدابيني الاحترام مدابيني يكون الاحترام متبادل وين يشوفوا الملف وين يشوفوا الحالة اللي رأنا فيها نايا مدوميسات جولينا في دوميسات ونطرحلوا دوميسة فعنا الضوصي مكاين والو وانا سنواتوا من السلطات ان شاء الله يتحركوا الترحيل قبل حدوث اي مكروه مطلب هؤلاء مدابيني يعني يعجلوا بالترحيل رأنا بكل احترام وكل رزانة هذا امور قانونية مدابيني يديروا رد الاعتبار الطرق الادارية الولي يعني واندي سقنا تايف كسكنا اذي كسي الميزير يا ياقي هذا انتو وعيد ففي الوقت الذي يحاول فيه السكان اجراء ترميمات على العمارة للحيلولة دون انهيارها انتهج فيه المسؤولون عن بلدية الجزائر الوسطى سياسة الصمت وغض البصر